نروح لخبر تاني ويمكن لغاية النهاردة لسه في ناس عندها أسئلة وفي ناس لسه ما قدمتش طلبات التصالح لمخالفات البناء وفي ناس عندها أمل أو متأكدة أنه هيتم المد مرة تانية يعني أو لسه كل مرة بيقولوا كده وبيمدوا لفترة تانية فما فيش مد فترة تانية فاحنا عايزين الكل يلحق عشان حضرتك يعني ما يبقاش عندك مشكلة بعد كده بخصوص الوحدة بتاعتك قنن وضع العمارة بتاعتك أو الشقة بتاعتك بسرعة وعندك الفرصة وعندك التسهيلات الخبر بيقول أن متحدث الوزراء أكد تلقي مليون ومئة ألف طلب تصالح بمخالفات البناء حتى الآن مليون ومئة ألف طلب تصالح طيب سعر المحاسبة بقى في القرى كان وأنا برضو لو عندي الشقة بتاعتي ومعرفش صاحب العمارة باع الشقة اللي فيها ومشي لغاية النهاردة برضو في ناس بتسأل لو أنا اشتريت شقة صاحب العمارة باع كل الشقة اللي فيها أنا هعمل إيه سعر المحاسبة في القرى مصر للتصالح في مخالفات البناء 50 جنيه للمتر و25% من قيمة التصالح لأي شخص يدفع القيمة كاملة فوري هيتم خصمها لو دفعت قيمة التصالح بتاعتك مرة واحدة هعمل لك خصم 25% على المبلغ لو كنت دفعت المبلغ بتاع التصالح في المحكمة هيتخصم أو جزء حتى منه هيتخصم من الإيمة الإجمالية للرقم اللي عليك في التصالح يعني أي جنيه أنت دفعته هيتخصم منه جزء من المبلغ دفعت الجزء كامل هيتخصم منك 25% طيب نحاول نعرف كده برضو تفاصيل أكتر دكتور الحسين حسين خبير التنمية المحلية والعشوائيات صباح الفل يا دكتور صباح الأنوار يا فندم وعلى حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين صباح الخير وإحنا عايزين الأول بس نأكد على فكرة هل في فرصة تانية أو في نية لمد فترة التصالح هو بس عايزين نتكلم في حاجة واحدة أولا الدولة لما خدت الإجراء ده خدته لأن حسد بقانون التصالح يعني عشان بس الناس تفهم الموضوع برضو ماشي إزاي الدولة بتحارب حاجة اسمها البناء المخالف والتعدى على الأراضي الزراعية وده نتج عنه حوالي تسعين ألف الدن زراعي من أخصى بالأنواع الزراعية في مصر وحوالي تلاتة مليون ونصف مبنى مخالف فكان لازم الدولة النهاردة تاخد إجراءات بالنسبة لقانون التصالح فكرة المد هي مش مطروحة حتى الآن لكن يجوز السيد رئيس مجلس الوزراء إذا حس إن الموضوع لم يأتي بثماره أو فيه فرصة إن فيه ناس مثلا كذا ممكن يقدر يدي مهلة أخرى القانون هنا محدده بس للسيد رئيس مجلس الوزراء بخصوص هذا الأمر إنما من حد دلوقتي إحنا عندنا لحد يوم تلاتين تسعة هو آخر يوم للتقديم وأعتقد دي فرصة خاصة في ظل التخفيضات اللي عملتها الدولة بالنسبة للسادة اللي هم في القرى اللي هم موجودين في القرى والعزب والنجوع طبعا تم خصم حوالي 25% من قيمة التصالح ده لو دفع المبلغ بشكل كامل يعني مثلا لو حضرتك هو البيت مساحته حوالي 100 متر النهاردة بيدفع حوالي 10.000 جنيه لو حيدفعهم كاش مرة واحدة حيدفع 7500 جنيه طيب لو 10.000 دي حابب يقصتها بيدفع 25% اللي هي جديد تصالح والباقي بيبقى على مدة 3 سنوات أعتقد في هذا الموضوع يعني فيه تأثير كبير جدا بفوايد يا دكتور ولا لا لأ لأنه برضو عرف بدولها بفايدة لا التقصيد بدون فوايد بدون فوايد و50 جنيه في الريف يا دكتور ال50 جنيه في الريف ال50 جنيه ده بالنسبة للريف عايزة أقول لحضرتك حاجة إحنا طبعا عارفين أن سعر المتر في المخالفة بيبدأ من 50 جنيه لحد 2000 جنيه طبعا يمكن في حلقة مسبقة كنت بمع سياداتكم فطبعا قلت أن القرى بالذات هيبقى فيها التخفيض في الحد الأدنى وده أكده السيد رئيس مجلس الوزراء برضو أكتر من مرة أنه هيبقى المتر في القرية هيبقى بقيمة ال50 جنيه يعني هيبقى حاجة زهيدة جدا بالنسبة للمواطن البسيط إنما حيفرق طبعا في المناطق الأخرى زي عواصم المحافظات والمحافظات والمدن الكبيرة دي طبعا بيتراوح والمدن الجديدة بالذات هنا الأمور بتبقى موصرة ثانيا برضو هو حط تيسيرات للمدن الجديدة في فكرة التأسيط على 3 سنين ثانيا برضو فيه تخفيضات عملها السادة المحافظين بالنسبة لسعر المتر في المخالفة أغلب السادة المحافظين النهاردة عاملين تخفيضات بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 40% دكتور فيه جزئية مش واضحة بس للناس ولازم نأكدها ويمكن سيد رئيس الوزراء ما وضحهاش قوي هو سيد رئيس الوزراء قال الأصل في الموضوع أن اللي بيقدم التصالح هو صاحب العقار يعني صاحب العمارة مثلا لكن دلوقتي النهاردة معظم أصحاب العمارات مش موجودين أو يقول لك أنا مليش دعوة فاللي بيضطر يدفع الساكن دلوقتي لو الساكن ما دفعش الغرامة أو المشكلة تيجي على الساكن ولا تيجي على صاحب العمارة هو يمكن حضرتك أنا قلت لحضرتك قبل كده أن القانون البناء الموحد اللي هو مستمد منه قانون التصالح قال صاحب العقار قال صاحب العقار الذي أقيمت بحقه المخالفة هنا الوضع القانوني على صاحب العقار وده السيد رئيس مجلس الوزراء اللي أكيده يعني القانون هنا بيحاسب صاحب العقار اللي ارتكب جريمة المخالفة سواء بالمناء المخالفة أو التعليق أو غيره النهاردة في حالة عدم تقديم المصلحة إيه الإجراءات اللي هتخدها الدولة نحو العقار ممكن يصدر قرار إزالة ففي الحالة دي عشان تفاديا لهذا الأمر النهاردة بيبقى متاح لأن السادة اللي موجودين في العمرات في حالة عدم وجود صاحب العقار أو كذا بيعملوا حاجة اسمها اتحاد الشغلين وبينتقدموا للطلب التصالح لكن ما ينفعش دكتور حد صاحب أنا قدم طلب تصالح عن شقتي بس يعني أنا مع السكان البقين مش هيعملوا ينفع وصاحب العمارة مش موجود هل متاح أقدم أنا عن شقتي الواحد دي؟ هو عايز أقول لي حضرتك حاجة النهاردة أنا بتكلم في سعر المتر بالنسبة للدور المخالف يعني أنا حضرتك عندي دور مخالف أنا ما بيبصش ما بقسمهمش شقا مش بالشقة مش بالشقة لا متر المخالف في الدور فبالتالي لو الدور مثلا طلع عليه مئة ألف جنيه بيقسم على عدد الشقا ممكن يبقى ست شقا سبع شقا ثمان شقا النهاردة ممكن فيهم ثلاث شقا تقدر تدفع والباقي يقدر حيتفع بعدين مثلا مع ممكن الثلاث شقا يدفع المؤدن والباقي بقية الشقا تدفع بقية اللقصات على ثلاث سنين تسئلات كتيرة موجودة بخصوص هذا الموضوع رسالة النهاردة بس الكل اللي ملحقش جايز يكون فيه قرار بمد المدة تانية لكن الموضوع يرجع لرئاسة مجلس الوزراء لكن لغاية اللحظة اللي احنا بنكلم حضراتكم فيها دلوقتي آخر موعد لتقديم التصالح أو طلبات التصالح هو تلاتين تسعة شكرا جزيلا دكتور الحسين حسان خبير التنمية المحلية والعشوائيات استعرفة هي مشكلة أن حد يقدم لنفسه في العمارة مثلا عمارة في عشرين شقة وهم تسعتاشر مش عايزين تصالحه وهو واحد بس عايز تصالح هيبقى يدفع مصاريف أكتر من اللي هما بيقول عليها أي طبعا لأنه المفروض فيه ورق أعتقد باتجابة عن الرسومات وحاجات كده بتاع كل دي مكلفة كل دي مكلفة جدا منفرش شقة واحدة بس أوزايا كده لكن لما هما بيبقوا مع بعض كلهم بيبقى فيه تسهيلات وبيبقى فيه حاجات أفضل والأفضل الناس كلها تكتمع مع بعض ومستنوش بقى صاحب العمارة أو يعني يدفعوا الأول الخمسة وعشرين في الماء وبعدين نشوفوا موضوع الخمسة وسبعين اللي بقى اللي على ثلاث سنين بقى يدفهموا مع صاحب العمارة يروحوا يقدموا ضدوا شكوى في الاسم يعملوا اللي هم عايزين حدث التصالح تبقى موجودة وخدت خطوة أو إجراء فعلي لازم ناخد الخطوة الأولانية